الذين يقيمون الصلاة ويتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالب أيضا أيها الأخوة الكرام نظام السعودي وأيضا الصهيونية من وراءهم أوجدوا شرخ كبير من ناحية المذعبية من ناحية العرقية فيما بيننا وبين الفرس رغم أنه هناك آيات قرآنية عندها تآية قرآنية تتحدث عن أهمية دور الفرس أيضا أحاديث نبوية إذن أيها الأخوة الكرام إحنا علينا عايش أن نحن نوعي على مستوى اليمن والحجاز ركز التوعي فيها وعلى مستوى الجزيرة العربية هذا دورنا طيب نأتي للأمر الآخر هذا أمر الله ستحصل متغيرات أيها الأخوة الكرام صح الآن كل يعني السلطة والثروة بيد محمد بن سلم وراءة ادعمها أمريكا وبريطانيا وكذلك الكيان الصين وإحنا لما نجي نقيم نشوف أيش يعني ما فيه متنفس للتحرك لكن للوعي فيه لكن للتحرك أنا أقول لك صح صح لكن هناك متغيرات قادمة وقريبة لم يقل الله سبحانه وتعالى في محكم كتابك وإذا أردنا أن نهلك قرية ماذا؟ أمرنا مترفيا عمد بن سلم أولا المأمور يكشفهم ويفضح بهم لأنه مثل هذه الأمور كانت موجودة لكن كانوا مخبي الله لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية يعني أني قد استحقت أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير إذن ستحصل أحداث عظيمة على مستوى البلاد الحرمين الشريكة هنا نكون جاهزي أيضاً الله سبحانه وتعالى يقول إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم والاستبدال لا يكون إلا في الدنيا معنى أن العذاب المكصود في هذه الآية هو عذاب الدنيا إذن أيها الأخوة الكرام إحنا نستعد لهذه الأحداث فدمرناها تدميراً يعني سلطة محمد بن سلمان وهذا النظام البوليسي بايش صال في حالة انهيار إذن إحنا نستعده أيش لملء الفراغ وبالنسبة لبلاد الحرمين الشريفين أنا مطمئن أنه سيتم يعني تلاثي الأمور بشكل أسرع من بقية المناطق ليش؟ لأنه في هناك التزام ديني أكثر من غيره من المناطق أيضاً هناك شعور بالظلم وشعور بالاستضعار ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الواردين وإحنا أيها الأخوة الكرام في اللحظة المناسبة بنتدخل يعني أنتم ما عد بها تكونوا وحدكم هناك قوة ضاربة الآن بتصارع أمريكا وبريطانيا والكاين الصيوني لكن أيها الأخوة الكرام إحنا بحاجة للوعب لأنه من الصعب علينا أن نتحرك في مجتمع غير واعي العدو بنمكنه أن يجند هذا المجتمع وبالتالي بندخل في حالة صراع طويلة ومريرة إحنا في غناء عنها إذن علينا أن نتسلح بالوعي ونستق النية وكل الأمور هي بيد الله سبحانه وتعالى والله بايع أي ألم الله لم يأمرنا أن نسير الله هو الحكيم الله هو العليم الله هو القوي وعندما يأمرنا أن نسير في طريق طريق الجهاد لنصر الدينة فلن يكون هناك أي عائق أو مطب يمنع حركتنا صح؟ با يكون في مطبات با يكون في مصاعب لكن هذا الطريق في النهاية عيش سنقطعه وسنحقق الهدف ترجمة نانسي قنقر